السلام عليكم. يوميا ان شاء الله نخدم معكم محتمال الاستجابة تنائي القطب. درطبة التوتر صاعدة. نشرح شنو المكتف. المكتف هو تنائي القطب. الرمز لي بهذا الرمز. يتميز بسي عسي. السي عسي هي القدرة دياله لتخزين الطاقة الكهربائية. شفقين. هاد مكتف ديال افطارات الكهربائية. وتخزين الطاقة الكهربائية. واستغلالها عند الحاجة. تفقين. التوتر بين مربعها. يعبر عنه على الشكل التالي. السي كتساوي كو على السي. بحيث كو هي الشحنة. بالقلوم. السي هي السيعة بالفارد. والتوتر الكهربائي. كان الوحدة دياله الفولت. تفقين. ان شاء الله اليوم هاد مديره تمرين تطبيقي في استجابة تنائي القطب. استجابة تنائي القطب. ارسي لرتبة التوتر صاعدة. لرتبة التوتر صاعدة. ما معنى رتبة التوتر صاعدة. هي شحن المكتف يعني المكتف سيكون مرتبط مع مولد للتوتر على المؤمد. اول خطوة كنديرو هي التبعينا التركيب الجريبي. نديرو مولد للتوتر. قاطع مكتف ساعدة للسي. اول خطوة كنديرو هي كيفية تمثيل تمثيل منح الطيار. وتمثيل التوتر في استلاح المستقبل. احنا كما نعرف باللي هاد المولد يسوذ الطارة بطاقة كهربائية. اذا الطيار دائما منح الطيار الكهربائي كيخرج من هاد السهم. السهم اللي عاطنكم هما. تفقين هاد التمثيل يعني الطيار كيخرج منها. وهناك رمز بالطيار للطيار باصغير لانه طيار متغير. نكملو. اي 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 اي. تفقين. تاني خطوة غنديرو هي تمثيل التوتر في استلاح المولد لانه بما ان هذا مولد التوتر كيكون مع منح الطيار. الشي اللي قرأت العمليفات في الاولى باكالوريا. بالنسبة لهذا مستقبل هاد. كما كنعرفو العمليفات بل المستقبل دائما منح الطيار كيكون اكثر منح الطيار. وهنا. اي سي. تفقين. هن كان يطلبه مننا المطلو. ما به رسم تدب دوب لمعينة الطيار بين مرقبين مكتفة. باش نعرفو. نزود المميزات ديل هادة توناء القطب أرسي. هن كان باهد الحالة كيفية رسم راسي متدبدوب أو ربط راسي متدبدوب لمعينة توتر اسي هنا قاعدة القاعدة تقول لك بللي الراس دي السهم نقابله معه هنا ونقابله المدخل يعني المدخل دي الراسي متدبدوب والأخر دي السهم نقابله فيه الهيكل تبقين تبقين هذا الخطوة الثاني خطوة نقابله اتبات المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر اسي هنا لدينا واحد القانون لدينا التركيب على التوالي هذا على التوالي مع هذا نقابله حسب قانون إضافية التوترات قانون إضافية التوترات رقم قريته في الجزء المشترك وهو نقابله لدينا تركيب على التوالي حسب قانون إضافية التوترات عندي إي سي إي سي إي سي زائد إي آر كتساوي أ نعود إي سي زائد إي آر كتساوي أ لأن هذا يعطني هذا إي سي تركيب على المعادلة التفاضلي التي تحقق التوتر اسي إذن اسي سوف نرى المشكلة عندي هنا كتب إي آر بدلالة إي سي أقل هم كتب إي آر بدلالة إي سي قانون إي آر عندي إي آر كتساوي أر في إي تركينا من ثالثة إعدادة ونعلم أن إي بما أن الطيار يتغير إذن تتغير هو كتعلق تغير الشحنة على المدة الزمنية سي دي كي إلى الدد كتساوي هي السي دي إي السي على الدد لأن الشحنة كتساوي هي السيعة في التوتر بما أن السيعة ثابتة إذن ما كانت تغير تخرج من الإشتقاق ويبقى عندي تغير التوتر مع المدة الزمنية تبقى إذن ومن هو فإنه ولا إذن إي آر أش كتساوي دي يصبح تعبير المواعج يصبح تعبير المواعج يصبح تعبير المواعج يصبح تعبير المواعج هنا أثناء 6 مراحل أعتمدهم من دون حل أول مرحلة هو مرحلة النشر يمكن أن نناشر هذه التعبير ثاني مرحلة نتشر مرحلة الاشتقاق نشوف نتشر حل لإعادة تفاضلية شاء الله أني سوف نفعل في الريادية في الدرس المعادلة التفاضل لها. بما أن هذا عادة إذا لم يتغير مع الزمن الشقاق دياله زاره. نحن نعرف واحد تذكير ريالي باللي. الاشتقاق دياله المتغير المتغير هو الزمن. تغير الزمن هناك يعطينا واحد. كتبت ناقص مع ناقص مع ناقص. بالنسبة لي المتغير هو الزمن. تغير الزمن هناك يعطينا واحد كتبتها ثلاثة. نحن نعود في المعادلة التفاضلي. نعوض في المعادرة التفاضلية اكتب لكم المعادرة التفاضلية اكتب لكم المعادرة التفاضلية انا نقدر المعادرة التفاضلية الأهداف remaining المعادرة التفاضلية التي تساوي E يتمين بشكل مختلف لوصف لا تسمى نудьте أخرى تتطور الدرم والمعادة الصدرية نبدأ الأسفل نقص للتحديث أرسل نقص 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 نحن نحل لكي يكون هذا الشي حلال للمعدلة خسر يخالف السفر و أخ أ ناقص ناقص توقع و هذا ناقص 1 يتساوي 0 و A يتساوي 0 المعادلة لتساوي 1. المعادلة لتساوي 1. المعادلة لتساوي 1. شكونية افد الحالية ا ا ا ارث المعادرة الحلد المعادرة تفاضلها.